أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة سرعة عرض ما يستجد من طلبات تتعلق بالحصول على الرخصة الذهبية على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار الموافقات الخاصة بها في أسرع وقت ممكن وخلال اجتماع لمتابعة جهود دعمه وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر جدد مدبولي التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة المعنية العمل على تقديم المزيد من التيسيرات والمحافزات التي من شأنها دعم قطاع الاستثمار وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لإضخي استثمارات جديدة أو التوسع في القائم منها